السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم حياكم الله في فيديو جديد وفي شرح من سلسلة شرح دروس مهارات اللغة العربية رح نتكلم اليوم عن اللغة العربية في الحقيقة أي طالب أو أي لغوي يحتاج هذا الأمر سواء إذا كان تخصصك لغة إنجليزية تخصصك لغة عربية فتخصصك ترجمة لأن بالأساس بالأول وبالأخير أنت لازم تكون فاهم لغتك لازم تكون واعي وتعرف شنو هو النائب الفاعل وشنو هو الفاعل وشنو هو اسم المفعول لأن هذه الأمور رح تفيدك في تخصصك كترجمة وإلى آخره من هذه الأمور الصوت الصوت هو أصغر وحدة لغوية ويسميه علم اللغة الحديث بالفونيم إذن الفونيم أو الصوت هو نفس الشيء هو أصغر وحدة بالصوت والكلمة تتكون من مجموعة الأصوات فكلمة علم أو علم علم تتكون من ثلاثة أصوات صامتة وهي العين واللام والميم وثلاثة أصوات أصائتة اللي هي يعني نسميها العلة العلة البراة يسمونها أيضا الفتحة والكسرة الفتحة والكسرة والفتحة اللي هي هذه الأصوات يسمونها الأصوات القصيرة لأننا في علم الأصوات نتعامل مع الكلمة كأصوات وليس كأحرف يعني الآن عدنا علم يسمى علم الصوت فنتعامل مع علم الأصوات والكلمة الآن هذه الكلمة علمة تتكون من ست أصوات العين واللام والميم والفتحة والكسرة ثم الفتحة الأخرى إذن هناك ست أصوات في هذه الكلمة ثلاث منها طويلة وهي صامتة العين واللام والميم وثلاث منها صائتة أو يسمونها علل الأحرف في اللغة العربية عددها 28 أما الأصوات أعتقد عددها 38 صوت حتى أن اللغة الإنجليزية تتكون من 26 حرف ولكن 44 صوت إذن عدنا جهاز النطق عرفنا في البداية الصوت أنه يسمونه الفونيم نحن قد تخصص الترجمة نسميه فونيم طيب عرفنا شنو هو الأصوات والصوت الآن رح ننتقل على فتح شيء اسمه الجهاز النطق ما هو جهاز النطق هو الجهاز الهضمي والتنفسي أنا باللغة يعني كتشريح كعلم التشريح في الإنسان لا يوجد جهاز يسمى جهاز النطق ولكن جهاز النطق هو عبارة عن دمج ما بين جهازي الهضمي والتنفسي ويتكون من أعضاء النطق الأساسية وهي الرأتان والقصبة الهوائية والحنجرة والأوتار الصوتية والحلق واللسان واللهات تجويف الفمي أو الفموي مرة يسمونه واللثة والأسنان والتجويف الأنفي اللي هو الأنف وما يدور حوله والشفتان اللي هي اللبس الشفاه طيب إذن جهاز النطق هو جهاز المسؤول عن تكون الكلام وتكوين الصوت وهو يتكون من الهضمي والتنفسي وأعضاءه الأساسية وقلنا الرأي والقصبة الهوائية ورح نشوفكم هس القصب الهوائية والحنجرة أكيد والواتريان الصوتية وأيضا رح نشوفكم الواتريان الصوتية والآخرين نأتي الآن إلى المخرج مخرج كاسم ككلمة مخرج باللغة العربية معناها محل الخروج يعني المكان الذي يخرج منه ذلك الشي أو ذلك المكان أو الصوت أما في المصطلح يعني تعريفه في هذه المادة مالتنا اليوم اللي نشرحها اللي هي النقطة التي يحدث عندها انسداد مجرى الهواء أو تضييق مجرى يعني لما يكون أكو تضييق للهواء يعني أنا لو قلت أين توقف الهواء؟ عند الشفتين عند الشفتين فهو مقصود بالمخرج الحروف يقول الحروف جميع الحروف جميع حرف ولغة الطرف استلاحا نعم الحروف هي مجموعة من كلمة حرف استلاحا الصوت يعتمد على مخرج محقق اللي هو الحرف الاعتمادا يعني هذا بشكل عام ويكون اعتماده على جزء معين من أجزاء الحلق اللي هي اللسان وشفتين وما وما اعتمد على مخرج معين طيب صفات الأصوات هسا راح نجي ناخد نوع الأصوات نجي أولا على الصوت المجهور هو الصوت الذي يتقارب عنده نطقه الوتران الصوتيان ويتذبذبان أكون عندك تذبذب أكون عندك اهتزاز للحبال الصوتية اللي هي هالي الحال متقاربات من بعضها لبعض جدا هذا هو الصوت المجهور وطبعا باللغة العربية عفوا فقط عندنا ديراذ هذه هي من الأصوات المجهورة أما الأصوات المهموسة فبعكس المجهور الصوت الذي يتباعد عنده نطقه الوتران الصوتيان أو يكون تذبذب مخفيف مثل هذا شوفوا شون الحبال الصوتية تكون متباعدة حتى أنه لا يوجد هناك اهتزاز أو لا يوجد هناك تذبذب أي أن الهواء يخرج من الرأتين مباشرة بدون أن يكون تذبذب هناك وهي مجموعة في كلمة الأحروف مجموعة في كلمة فحثه شخص فسكت فحفشخص سكت والآخرين طبعا تعاريف مهمة جدا وممكن يجينا صح وخطأ ضع دائرة أو إلى أخيره من هذه الأمور الآن تكلمنا عن الصوت هل هو مجهور أم هل هو مهموس الآن رح ننتقل على أنواع الأصوات باللغة العربية وتقريبا حتى باللغة الإنجليزية نفس الشيء أنواع الأصوات أولا الصوت الصامت ويعرف أيضا بالصوت الساكن يعني اللي هي الأصوات الصحيحة اللي هي مع عدل علم وهي مجموعة الأصوات التي يحدث عند النطق بها أنسداد كل أو جزء يعني رح ينغلق الهواء مثلا نقول ت د ف أكو توقف للهواء انسداد كل أو جزء توقف للهواء أكو إعاقة للهواء أكو الهواء رح يتوقف رح يكون أنهارك إعاقة لذلك هم يسمونه صامت أو ساكن أما النوع الآخر اللي هي يسمونها الصامتة أو الصوامت واللي هي اسم آخر يسمونها العلل وأنا حقيقة أفضل كلمة علل علل يسمونها أصوات العلل طيب هذه أصوات العلل وأصوات الصامتة الصوامت يسمونها هي كل أصوات اللغة العربية ابتداء من الهمزة وانتهاء بالياء غير المدية وهي الأصوات الطليقة التي لا يحدث عند النطق بها أي انسداد يعني يجي الهواء من الرأتين إلى الخارج بدون ما أكون إعاقة مثلا الفتحة والكسرة والضمة الألف الهواء يجي من الرأتين يخرج للخارج مو مثل ما أقول ته ده ته ته اف اف اكو إعاقة للهواء طيب هذا النتعاريف مهمة جدا الآن ننتقل إلى مخارج الأصوات مخارج الأصوات مخارج مخارج الأصوات يمكن تقسيم تلك الأصوات بحسب مخارجها المخرج هو مكان خروج الصوت طبعا نحن عندنا 11 نوع باللغة العربية أولا الأصوات الشفوية وهي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أو صوت وسط الحنك وهو ياء الصامتة في مثل يترك يد وهو يختلف عن الياء المد في نحو يزيد التي تعد صوتاً صائتاً عندنا أيضاً أصوات أقصى الحنك وهي الكا والغا والخا والواو الصامتة في نحو حوض ولد وهو يختلف عن الواو المد في نحو يدعو الذي يعد صوتاً صائتاً هذه مهمة طبعاً جداً عندناك الأصوات اللهوية وهي صوت القعف الأصوات الحلقية وهي الحا والعا طبعاً تشوف أنه يخرجاً من نفس المكان الأصوات الحنجرية وهي تشمل التي تخرج من الحنجر وهي صوت اله تشمل الهمز القطع وصوت اله طبعاً المطلوب من عندنا في هذا كلنا نعرف ما هو الصوت ما هو الجهاز النطق ما هو المخرج ما هو الحرف ما هو المجهور والمهموس الرسم هذا غير مطلوب ها نظفته صوامت هذه قلناه اللي يكون هناك بعاقة عند مجرى الهواء أما أصوات العلل هي الأصوات التي أصوات العلل السائتة أو يسمونها العلل أو مرات يسمونها العلل هذه الأصوات هي لا يكون هناك إعاقة عند مجرى الهواء يخرج الهواء من الرأتين إلى الخارج بدون ما يسبب أي إعاقة ما يتوقف الهواء يجري في مسار واحد وفي منطلق واحد مخارج الأصوات هذه ضرورية أيضاً نعرفها ونعرف ما هي نحن انتهي هذا الفيديو الأول أتمنى استفعديتم من عنده وأي سؤال أو استفسار نحن حاضرون ترجمة نانسي قنقر